الذين كلامهم نور يأتي منساباً إنه يعانق القلوب التي أحبت عليها وتذوقت طعم مودته إمامنا الباقر يقول لأبي حمزة الثمالي من أن النبأ العظيم هو أمير المؤمنين الأمير هو الذي يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني سلام على الآية الكبرى سلام على النبأ الأعظم سلام على النجف الأطيب سلام على ورده الأعذى سلام على أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم في القرآن كله وهو النبأ العظيم في القرآن كله لأنت أنت يا أمير المؤمنين يا أمير الوجود لأنت أنت أنت الصراط المستقيم ومن غيرك وأنت أنت النبأ العظيم ومن غيرك إن لم تكن يا سيد الأوصياء إن لم تكن أنت دين الله القويم فمن هذا الذي نخاطبه ونقول له من أنك دين الله القويم قل هو نبأ عظيم هو هو علي ضمير الشأن هنا يشير إليه يشير إلى محور القرآن يشير إلى محور الوجود يشير إلى محور الحق فالحق جامع بين القرآن والوجود قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون خلاصة سريعة لما تم عرضه وبيانه في مجموعة حلقات أعرف إمامك بدأنا من الحلقة 102 هي أول حلقة كانت في أول يوم من عيام شهر رمضان من حلقة 102 إلى حلقة 107 مقدمات لهذا البرنامج لا أريد أن أحدثكم عن تلك المقدمات يمكنكم أن تعودوا إليها إلا أنني ألفت نظركم إلى أن تلك المقدمات ضرورية جدا جدا لأجل أن يكون التعامل مع مضامين البرنامج بشكل صحيح فأنتم بحاجة إلى الإطلاع على تلك المقدمات وإلى دراستها والتدبر فيها بدقة هي مهمة جدا كي تتحقق الفائدة من البرنامج بشكل أكبر إذن من الحلقة 102 إلى الحلقة 107 مقدمات لخارطة العقيدة السليمة أما خارطة العقيدة السليمة فإنها تبدأ من الحلقة 108 وتنتهي عند الحلقة 164 يعني عند الحلقة الماضية عند حلقة يوم أمس 102 إلى 107 مقدمات لن أحدثكم عنها عودوا بأنفسكم إليها تلك المقدمات ضرورية جدا خارطة العقيدة السليمة تبدأ من الحلقة 108 وتنتهي بالحلقة 164 ما عرضته في هذه الحلقات وبيّنته بشكل واضح هو حدود خارطتنا العقائدية التفاصيل لم أتوغل فيها كثيرا إنما أردت أن أضع حدود العقيدة كي لا نتجاوزها مثل ما قلت لكم في المقدمات وفي الحلقة الأولى من أنني سأعرض عقيدتي التي أعتقدها وأتمسك بها أريد أن أحيا عليها وأريد أن أموت عليها ما عرضته هو حدود خارطة العقيدة السليمة من المصادر التي تعرفونها التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا ولو بقيت أتحدث لسنة أو سنتين أو أكثر فإن التفاصيل لن تنتهي هذه تفاصيل القرآن المفسر بتفسيرهم تفاصيل أدعيتهم وزياراتهم الهائلة جدا أتحدث عن الأدعية والزيارات الهائلة العظيمة لا أستطيع أن أتناول هذه التفاصيل في حلقات محدودة فأنا بحاجة إلى برنامج طويل وطويل وطويل جدا لكن كل تلك التفاصيل هي لن تخرج عن حدود خارطة العقيدة السليمة بأي وجه من الوجوه هذا بحسب فهمي بحسب عقيدتي لا شأن لي بالآخرين بحسب ما وصلت إليه من بحث ودرس وتحقيق في المعطيات التي أخذتها من المصادر الأصيلة الأصلية من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم جعلت خارطة العقيدة هذه في عدة صحائف عنونتها بصحائف العقيدة السليمة الصحيفة الأولى كانت في الحلقة 108 والحلقة 109 أريد أن أكون شيعية كيف أكون شيعية لا بد أن أعرف تعريف الشيعي الشيعي تعريفه بنحو موجز وسريع هو العارف بإمام زمانه هناك تفاصيل يمكنكم أن تعود إلى الحلقات بكاملها إنني ألخص لكم المطالب الصحيفة الأولى خلاصتها هي هذه الشيعي هو العارف بإمام زمانه بعد الصحيفة الأولى انتقلنا إلى الصحيفة الثانية من الحلقة 110 إلى الحلقة 112 عنوانها أصل الأصول إنه إمام الزمن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو أصل الأصول لن أقول أكثر من ذلك ومن الصحيفة الثانية انتقلنا إلى الصحيفة الثالثة والتي تبدأ بالحلقة 113 وتنتهي بالحلقة 120 قيمة الدين فاطمة أذكركم فقط بما جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيم تذكروا هذه الآية وتدبروا فيها وتذكروا ما جاء في زيارتها الشريفة من أن عقيدتنا بدين محمد وعلي لن تصدق ولن تقبل إلا بقبول من فاطمة إلا بتصديق من فاطمة لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتها إنها قيمة الدين القيمة على الدين وعلى أهل الدين فهذه الصحيفة الثالثة قيمة الدين فاطمة من الحلقة مية وثلاثة عشر إلى الحلقة مية وعشرين وبعدها انتقلنا إلى الصحيفة الرابعة شؤون النبوة الخاتمة وتبدأ من الحلقة مية وواحد وعشرين وتنتهي بالحلقة مية وواحد وثلاثين الشأن الأول المنزلة المحمدية إنها أعلى منزلة أعلى رتبة فبعد الله يأتي محمد في عقيدتنا صلى الله عليه وآله ومحمد هو الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم للذات الأولى لن أقول أكثر من هذا إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى الحلقات بكاملها إنني ألخص لكم المطالب كي أسهل الأمر عليكم الشأن الثاني البعثة المحمدية بعثة نبينا في حقيقتها الكاملة تتحقق في عصر الرجعة العظيمة في زمان الدولة المحمدية العظمى أما ما كان في مكة والمدينة إنها مرحلة التنزيل مقدمة لمرحلة التأويل التي تأخذنا متدرجة إلى عصر الظهور المهدوي ومنه إلى عصر الرجعة العظيمة وفي آخر هذا العصر الدولة المحمدية العظمى حيث تتحقق بعثة نبينا ورسالة نبينا على أتم وجه وعلى أكمل ما يمكن أن تكون ومن البعثة المحمدية التي هي الشأن ثاني من شؤون النبوة الخاتمة انتقلت بكم إلى الشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل ما بين التنزيل والتأويل في ثلاث حلقات حدثتكم عن مرحلة التنزيل زمان نبينا صلى الله عليه وآله التي نسخت بمرحلة التأويل والتي بدأت منذ بيعة الغدير وستبقى مستمرة إلى يوم القيامة غاية الأمر أن مرحلة التأويل هي مرحلة تدرج وترقي ومرحلة التأويل لابد أن تتذكر من أنها نسخت مرحلة التنزيل ولهذا قال رسول الله لأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما ستقاتلهم ستقاتل الأمة على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل ومن الشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل انتقلت بكم إلى الشأن الرابع إنها بيعة الغدير المحمدية وحدثتكم عن وجهها الثابت وعن وجهها المتحرك ووجهها المتحرك هو بيعتنا وعقدنا وعهدنا مع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مضمون بيعة الغدير المحمدية يحتاج إلى دراسة وإلى تفهم وإلى تدبر عظيم فعودوا إلى تلكم الحلقات ومن الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة انتقلت بكم إلى الشأن الخامس وهو الأخير الأيام المحمدية إنها أيام الله يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى التفاصيل تجدونها في الحلقة 130 والحلقة 131 نذهب إلى فاصل إذن من الحلقة 102 من حلقات برنامج الخاتمة إلى الحلقة 131 عرضت بين أيديكم ثلاثة مقدمات للبرنامج ثم بدأت بالصحيفة الأولى أريد أن أكون شيعية وانتقلت إلى الصحيفة الثانية أصل الأصول إمام الزمن الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ثم انتقلت إلى الصحيفة الثالثة قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ومن الصحيفة الثالثة انتقلت بكم إلى الصحيفة الرابعة شؤون النبوة الخاتمة المنزلة المحمدية البعثة المحمدية ما بين التنزيل والتأويل بيعة الغدير المحمدية الأيام المحمدية إنها أيام الله ثم انتقلت بكم إلى صحيفة الخامسة والتي بدأت من الحلقة مية واثنين وثلاثين وانتهت عند الحلقة مية واحد وستين الصحيفة الخامسة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد الشأن الأول التأسيس خلاصة ما ذكرته لكم في الشأن الأول من أن عقولنا محدودة لا نستطيع أن نتواصل مع الله لذلك لا يحق لنا أن نصف الله بحسه بعقولنا إنما نصفه بحسب ما يصفه لنا المعصوم وهذا هو التوحيد التوحيد ما هو الله التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط أما أن التوحيد هو الله هذه إسقاطات الفكر الناصبي هذه إسقاطات العقائد الناصبية التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط يمكنكم أن تعود إلى الحلقة 132 كي تتذكروا المضامين التي عرضتها في تلك الحلقة في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس الأسس ثم انتقلت بكم إلى الشأن الثاني إلى أركان عقيدة التوحيد وبدأ الكلام في الحلقة 133 وانتهى عند الحلقة 146 فمن الحلقة 133 إلى الحلقة 146 كان الحديث عن أركان عقيدة التوحيد الركن الأول التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية قبل أن تخلق قبل أن توجد كان الله ولم يكن معه شيء وكان هنا وقبل أن تخلق أتحدث عن الحقيقة المحمدية هذا الحديث ليس زمانيا شرحته وبينته لكم هذا حديث المراتب ما هو بحديث الزمان الزمان مخلوق متأخر عن هذه المراتب الركن الأول التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقها الله بعد أن وجدت وكانت ولم يكن معها شيء من سائر الخلقيات التي خلقت منها وأيضا كانت هنا وهذه التعابير لا علاقة لها بالزمان الحديث عن المراتب الركن الثالث التوحيد في أفق عقيدتنا بأئمتنا وسادتنا محمد وآل محمد ومر الكلام في هذا هم وجه الله نحن حينما نريد أن نتعامل مع الله نتعامل معهم ليس لنا من طريق مباشر كي نتواصل مع الله هو الذي فتح لنا هذا الباب تذكروا واقعة سجود الملائكة لأبينا آدم السجود كان لله لأنه كان بأمر الله وآدم كان قبلة وسر في اتخاذه قبلة أن نور محمد صلى الله عليه وآله قد أشرق فيه فأصل السجود لنور محمد وهو بأمر من الله سبحانه وتعالى تذكروا تذكروا هذه المضامين هذه المضامين تشرح لنا وتبين لنا بشكل واضح جدا معنى الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد في أفق وجه الله الأعظم في أفق اعتقادنا بإمامة أئمتنا محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية إنه التوحيد في أفق التطبيق النظري والعملي لمضامين التوحيد التي مرت في الأركان الثلاثة المتقدمة حيث نطبق ذلك على عقولنا وقلوبنا على أقوالنا وأفعالنا في كل شؤون حياتنا الدينية أولا والدنيوية ثانيا ومن الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد انتقلت إلى الشأن الثالث إلى العبادة التوحيدية وبدأنا وبدأنا من الحلقة مية وسبعة واربعين فكان الحديث عن مفهوم وحقيقة العبادة التوحيدية إلى الحلقة مية وخمسين مية واحد وخمسين مية واثنين وخمسين الحلقتان ركزت فيهما الحديثة على نية العبادة لأن العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكام تلك الطقوس الطقوس وأحكامها أمر موكول إلى مضانه لكنني حدثتكم عن النية في العبادة وعن التوجه في العبادة النية أساس العبادة وأما التوجه فهو روح العبادة أما الطقوس وأحكامها فذلك هو بدن العبادة جسم العبادة أخذت الصلاة مثالا نية الصلاة لكن التي علمنا إياها مراجع النجاف لا شأن لي به رأيهم نية الصلاة حينما نقف للصلاة علينا أن نستحضر هذا المعنى عند تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في التكبيرة عند تكبيرة الإحرام أن نستحضر معنى أن الصلاة شرعت شرعها الله ونحن نقوم بها كي نتذكر إمام زماننا إنها محطات تذكر لإمام زماننا وأما التوجه فهو منسجم مع النية هذه نحن نتوجه إلى إمام زماننا نحن لا نعبده من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم دون المعنى دون المسمى فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فتلك العبادة عبادة أصحاب أمير المؤمنين حقا مثلما نتوجه بأجسادنا إلى الكعبة نتوجه بقلوبنا وعقولنا إلى إمام زماننا نحن لا نستحضر صورة حسية من الآخر حينما يسأل أحدكم الآن من إمامك هل تعرف إمامك ستجيبون وبسرعة إنه الحجة ابن الحسن أية صورة تستحضرون تستحضرون صورة معنوية لإمام نصبه الله هو وجه الله لإمام هو أقرب الخلق إلى الله لإمام ولايته ولاية الله وعداوته عداوة الله لإمام طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله هذه الصورة المعنوية التي هي عقيدتكم في إمامكم هي هذه الصورة التي تتوجهون إليها مثل ما تتوجهون إلى الكعبة لماذا لا تشكلون على أنفسكم حينما تتوجهون إلى الكعبة وأنتم تتوجهون إلى أحجار لو استحضرتم صورة الكعبة هل يبطل استحضار صورة صلاتكم لا يبطل استحضار صورة الكعبة عند التوجه الجسدي لا يبطل الصلاة حينما تتوجهون إلى اللاشي لا تعتقدون ببطلان صلاتكم حينما تتوجهون إلى أوهامكم بحسب دين محمد وآل محمد تلك عبادة كفر ولكنكم لا تجدون ضيرا في ذلك حينما تتوجهون إلى الألفاظ في سورة الفاتحة مثلا تتوجهون إلى الألفاظ لأجل التدبر لأجل التفكر فيها لا تجدون إشكالا في ذلك الألفاظ تتوجهون إليها اللاشي تتوجهون إليه صورة الكعبة أحجار الكعبة التي تتوجهون إليها أوهامكم التي بحسب دين محمد وآل محمد إذا ما توجهنا إليها فالعبادة عبادة كفر لا تجدون في ذلك إشكالا المشكلة ليست فيكم المشكلة في دين مراجع النجف في هذا الدين القمامة في هذا الدين القذارة أنا ما جئتكم بشيء إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهمهم بتفهمهم مرت التفاصيل وعودوا إليها نية الصلاة هي هذه أستحضر هذا المعنى عند تكبيرة الإحرام أنا أصلي لأنني أريد أن أتذكر إمام زماني وهذا المضمون هو نفسه هو التوجه أنكم تتوجهون إلى إمام زمانكم بالمعنى الذي بيّنته لكم قبل قليل لا تريدون ذلك أنتم أحرار توجهوا إلى أوهامكم توجهوا إلى اللاشي توجهوا إلى أحجار الكعبة توجهوا إلى الألفاظ إلى ألفاظ الصلاة توجهوا إلى أي معنى من المعاني التي تريدون أن تستحضروها إنكم لا تتوقفون عند كل ذلك لكن حينما أهتيكم بأحاديثهم وبكلماتهم تتوقفون عندها هذا هو الذي فعله بكم مراجع النجف هذا هو الذي فعله الطوسي وحوزة الطوسي والذين جاءوا من بعد الطوسي إلى يومنا هذا أوجدوا دينا جديدا وعبثوا بدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الآخر النية نصلي لأننا نريد أن نتذكر إمام زماننا كي يبقى ذكر إمام زماننا حيا هذه هي النية وأما التوجه فإننا نتوجه إلى إمام زماننا الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء عبادتنا خالصة لله سبحانه وتعالى الإخلاص لله أن نعبد الله كما يريد أن نتوجه إلى الجهة التي يريد منا أن نتوجه إليها وقد جئتكم بآيات الكتاب الكريمي التي تصرح بالتوجه إلى وجه الله وجئتكم بتفسيرها من علي وآل علي من أن وجه الله هو صاحب الأمر هو إمام زماننا كل هذه التفاصيل عرضتها بين أيديكم يمكنكم أن تعود إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على تفاصيلها مرة أخرى وتتدبر في مضامينها وفحواها نذهب إلى فاصل العبادة نية وتوجه وتقوس مع أحكامها حلقة مية واحد وخمسين مية واثنين وخمسين كان الكلام مركزا في النية في نية العبادة بشكل عام وفي نية الصلاة بشكل خاص لأن صلاة هي العنوان الأبرز والأوضح في عناوين العبادات كان الكلام مركزا على النية في هاتين الحلقتين من الحلقة مية وثلاثة وخمسين إلى الحلقة مية وسبعة وخمسين كان الحديث مركزا وموجها إلى مفردة التوجه في العبادة بشكل عام وفي الصلاة بشكل خاص ومثل ما قلت لكم فإن التوجه في العبادة يمثل روحها روح العبادة هو التوجه بعد ذلك انتقلت بكم إلى الشأن الرابع من شؤون عقيدة التوحيد التعمق في عقيدة التوحيد من الحلقة مية وثمانية وخمسين إلى الحلقة مية وواحد وستين أتمنى أن تعودوا لدراسة هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع حساس جدا لأنكم إذا فهمتم هذا المفهوم لا أتحدث عن تفاصيل التعمق ولا أتحدث عن مراتب التعمق إنما أتحدث عن مفهوم التعمق نفسه فإنكم إذا ما عرفتم من أن التوحيد لا يقف عند حد معين تكونون قد وضعتم أقدامكم في الطريق الصحيح لأن التوحيد ليس له من حد معين هذا الذي علمونا إياه أن وضعوا قوالب للتوحيد في الدراسات الحوزوية جاءونا بها من النواصب النواصب وضعوا قوالب للتوحيد التوحيد في القرآن المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بحديثهم بتفهيمهم التوحيد ليست له من قوالب محنطة نحن في مرحلة التأويل ابتداء من بيعة الغدير مرورا بعصر الحضور لأئمتنا إلى الغيبة الأولى إلى الغيبة الثانية وقد مر وقت طويل من زمان الغيبة الثانية ونحن باتجاه عصر الظهور هل ندركه لا ندركه ذلك عمر آخر لكننا سائرون باتجاه عصر الظهور المهدوي والتأويل في حالة تدرج في حالة ترق عقيدة التوحيد لا تقف عند حد ضمن قوالب محنطة مثلما يفعلون في حوزة النجف التوحيد الذي يدرس في حوزة النجف هو شرك وهو كفر في بعض وجوهه لذا فهو محنط جامد لا صلة له بثقافة العترة الطاهرة هذه قوالب الأشاعرة والمعتزلة توحيد حوزة النجف توحيد معتزلي مدلس بشيء من ثقافة العترة الطاهرة أين الجهة التي يكون فيها التعمق في التوحيد بالنسبة لتوحيد حوزة النجف لا يستطيع دارس التوحيد بحسب منهج حوزة النجف أن يكون متعمقا بأي وجه من الوجوه وهذا أدل دليل على بطلان توحيدهم هذا هو توحيد المعتزلة وهو أقرب ما يكون إلى توحيد مرحلة التنزيل دقيق النظرة في آيات العهد المكي إنها تتحدث عن توحيد في أفق سطحي في الوجه الأول من تلك الآيات اقرأوا الأحاديث التي بقيت ودققوا النظر في صور العقيدة أيام العهد المكي قبل الهجرة وقارنوا فيما بين الدين في مكة وبين الدين في المدينة فإن دين المدينة قد نسخ دين مكة وبقي التوحيد محدودا جدا سطحيا في مرحلة التنزيل حتى انتقلنا إلى مرحلة التأويل ففتح الأمير أبواب التوحيد وتحدث عنها في أعمق ما يمكن أن يكون الحديث أنا ما حدثتكم عن الخطب التوحيدية في نهج البلاغة الشريف ولا اقتربت منها لأنني كما قلت لكم إنني في مقامي رسم حدود خارطة العقيدة السليمة لم أتوغل في التفاصيل إذا أردت أن أتوغل في تفاصيل التوحيد حينئذ سأعود إلى الخطب التوحيدية العلوية في نهج البلاغة الشريف صدقوني تجنن العقل إنني أتحدث عن جنون الحكماء تجنن العقل تلك المضامين الجميلة والعميقة التي تحدث عنها سيد الأوصياء في الخطب التوحيدية والتي وصل إلينا ما وصل إلينا منها في نهج البلاغة الشريف وفي غيره لكنني أركز الحديث هنا على خطب سيد الأوصياء في نهج البلاغة أتمنى أن أجد وقتا كي أعرض بين أيديكم شيئا من مضامين تلك الخطب الشريفة إننا سنجد أنفسنا في جو توحيدي وكأننا في حالة هي أقرب ما نكون فيها إلى معراج سماوي تلك الخطب في تعمقها تأخذ العقول والقلوب في حالة عروج في معرفة أسرار التوحيد وتذكروا التوحيد ليس هو الله تلك إسقاطات عقائد النواصب وإسقاطات عقائد ثولان النجف حينما أقرأ الخطبة التوحيدية في نهج البلاغة الشريف أتذكر حادثة ذكرها شيخنا الكليني في الكافي في الجزء الأول حادثة مفصلة أشير إلى الجهة التي أتذكرها ابن أبي العوجاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء من كبار زنادقة عصر إمامنا الصادق وكذلك ابن المقفع عبد الله ابن المقفع في سفر لهما إلى الحجاز كلام دار فيما بين عبد الله ابن المقفع وابن أبي العوجاء عن إمامنا الصادق بعد ذلك ابن أبي العوجاء ذهب إلى إمامنا الصادق وطرح تساؤلاته وشكوكه وزندقته وبدأ إمامنا الصادق يحدثه عن الله بعد ذلك رجع ابن أبي العوجاء رجع مذهولا إلى ابن المقفع أتدرون ماذا قال له قال له لقد حدثني جعفر ابن محمد حدثني حدثني عن الله حتى ظننت أنه سيظهر بيني وبينه حتى ظننت أن الله سيظهر بيني وبينه في ذلك المجلس هذا والإمام في مقام محاججة مع زنديق فماذا تقولون لخطب علي في التوحيد إذا ما جلسنا معها وتعمقنا فيها وتدبرنا فيها صدقوني المعاني التي ستتجلى هي أعمق بكثير من هذا الذي تحدث عنه ابن أبي العوجاء وهو يقول لقد حدثني جعفر ابن محمد وأقام الحجج حتى ظننت أنه أن الله سيظهر بيني وبينه في هذه اللحظة فهذه القوالب التي وضعها معتزلة النجف آيات الله العظمى للتوحيد هي أدل دليل على بطلان توحيدهم توحيد حوزة النجف توحيد معتزلي صرف وضع في قوالب محنطة لا مجال فيه للتعمق بأي وجه من الوجوه ولا يكذب عليكم أساتذتكم ومراجعكم من أنهم يحيطون علما بالتوحيد العميق لا يفقهون شيئا من كذبون هؤلاء إذا كانوا يملكون شيئا من التوحيد العميق أين هو في أي كتاب ذكروا في أي درس طرحوا ما هم الآن أتحدث عن المراجع الكبار ما هم الآن قريبون من الموت إذن في أي كتاب تحدثوا عن التوحيد العميق درسوا من من الأساتذة حتى تسأل الأساتذة الذين درسوا عند هؤلاء المراجع درسوا التوحيد العميق هؤلاء كذبون يضحكون عليكم لا يفقهون من التوحيد إلا هذا التوحيد المعتزلي الذي هو شرك في بعض جهاته بحسب موازين العترة الطاهرة وهو كفر في جهات أخرى من جهاته بحسب موازين العترة الطاهرة وهذا كله قد بينته في برامج السابقة لا أتحدث عن هذا البرنامج في برامج الكثيرة المنتشرة توحيد حوزة النجف توحيد مراجع النجف توحيد لا روح فيه حاول أن تفهم الأدعية والمناجيات التي عندنا وردتنا عنهم صلوات الله عليهم حاولوا أن تفهموها في سياق التوحيد الذي درستموه ستتحول هذه الأدعية إلى تب إلى خشب متعث لن يبقى فيها شيء من النورانية ومن الروحانية لماذا لأن التوحيد الذي تعلمتموه قذارة وسخون لا علاقة له بتوحيد محمد وآل محمد ما هذه القضايا يمكنكم أن تطبقوها بأنفسكم أنا أتحدث مع الأساتذة ومع الطلبة في الحوزة في حوزة النجف ما تدرسونه طبقوه على الأدعية والمناجيات طبقوه على الزيارات الشريفة ستتحول الأدعية والمناجيات والزيارات إلى تبن إلى خشب متعثن لا معنى له لماذا؟ لماذا؟ لأنكم تأتون بقذارة وبوسخ تلقونه على هذه الأدعية الكريمة وعلى هذه الزيارات الشريفة لكن خذوا مضامين التوحيد التي طرحتها في هذا البرنامج وافهموا الأدعية والمناجيات والزيارات وفقا لها ستجدون النورانية متدفقة في مضامين هذه الأدعية وستجدون الروحانية والحياة المعنوية واضحة تخرج إليكم من كل زاوية من زوايا هذه الأدعية جربوا جربوا لا شأن لكم به المضامين التي طرحت في هذا البرنامج ما جئتكم بها من جيبيا الخاص إنها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن أحاديثهم المشروحة بأحاديثهم واعتمدت لغة عربية فصيحة بليغة في الفهم ما خرجت عن قواعد الأدب العربي فهم سادة الفصاحة وسادة البلاغة وأمراء الأدب ما خرجت عن فصاحتهم وبلاغتهم وعن أدبهم العالي ولا أخذتكم بعيدا عن منطق العقل الواضح خذوا هذه المعاني وافهموا الأدعية والزيارات وفقا لها وبعد ذلك جربوا أن تفهموا الأدعية والزيارات وفقا لهذا الهراء لهذا التوحيد المعتزلي الذي عليه مراجعكم هذا توحيد القمامة توحيد المزبلة الذي أنتم عليه هذا الأمر افعلوا بأنفسكم ستجدون أن الحياة واضحة بكل معالمها أتحدث عن الحياة الدينية عن الحياة العقائدية ستجدون الحياة واضحة بكل معالمها في المضامين التي شرحتها لكم ووضعتها بين أيديكم في هذا البرنامج فيما يرتبط بعقيدة التوحيد وستجدون موت الديني ستجدون الطعم الخبيث لمضمون عقيدة توحيدكم إذا ما أردتم أن تفهموا الأدعية والزيارات وفقا لذلك لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة عليكم أن تعودوا إلى تفاصيل ما عرض من شؤون عقيدة التوحيد في هذا البرنامج مع ملاحظة أنني لم أتعمق عرضت حدود عقيدة التوحيد ضمن حدود خارطة العقيدة السليمة هذا كل الذي قد قمت به حينما وصلنا إلى الحلقة 161 انتهت الصحيفة الخامسة شؤون عقيدة التوحيد وصلنا بعد ذلك إلى الصحيفة السادسة وهي الصحيفة الأخيرة إنها البراءة العقيدة الفاعلة الحية من الحلقة 162 إلى الحلقة 164 حدثتكم عن أركان عقيدة البراءة ومن أن الركن الركين والركن الوثيق هو البراءة الفكرية تأخذ نسبة مئوية من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة تأخذ مساحة تصل إلى أكثر من 99% أما الأركان المتبقية فهي أقل من 1% وهي الأخرى تتقوم يتقوم جوهرها بجوهر البراءة الفكرية فهناك البراءة العاطفية وهناك البراءة العملية وهناك البراءة القولية وعقيدة وعقيدة البراءة لها وجه ثابت يرتبط بتأريخنا العقائدي ووجه متحرك يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر وأصررت عليكم كثيرا أن تتبرأوا من منهج حوزة النجف من منهج مراجع النجف وكربلة هذه خلاصة سريعة وجيزة للتفاصيل التي بيّنت في صحائف العقيدة السليمة والتي تشكل حدود خارطة تلك العقيدة هذه هي عقيدتي عقيدتي لن تتجاوز هذه الحدود لكنها في أعماقها تذهب بعيدا في التفاصيل التفاصيل كثيرة جدا ومع كثرتها ولا أستطيع أن أحيط بكل التفاصيل لا على سبيل التطويل ولا على سبيل الإيجاز هذا أمر مرتبط بتفاصيل القرآن المفسر بتفسيرهم وبتفاصيل منظومة أدعيتهم وزياراتهم وبتفاصيل الآلاف المؤلفة من أحاديثهم ما بين خطب طويلة ما بين روايات مفصلة ما بين كلمات مجزة ما بين مناقشات ما بين إجابات وأسئلة إلى كل الذي وصلنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحكاية طويلة مفصلة لكن كل تلك التفاصيل تحكم بهذه الحدود التي بيّنتها لكم نذهب إلى فاصل إذن هذه خلاصة وجيزة ووجيزة جدا وضعتها بين عيديكم لخصت فيها أهم المطالب في كل ما قدمته لكم في صحائف العقيدة السليمة أتمنى أن تكون هذه الخلاصة نافعة مفيدة لكنها لا تكفي لا بد أن تعود إلى التفاصيل التي ذكرت في تلك الحلقات ترجمة نانسي قنقر